إيماناً منه وقناعة من حركة الإصلاح الوطني من أن بناء الجزائر الجديدة لا يكون أبداً عن بعد ولا يكون أبداً بالتمني ولا يكون أبداً من خلال الكلام ولكن بناء الجزائر الجديدة يكون حتماً بالصبر والمصابرة والمرابطة وبالتواجد في الميدان وبالعمل مع كل الفاعلين مع كل الذين يقاسموننا قناعتنا ولهم من التوجه ولهم من القناعة ما يجعلهم أيضاً من المساهمين في بناء الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة إن أردنا تعريفها ببساطة هي دولة الحق والقانون والحريات والمؤسسات الشرعية المؤسسات المنتخبة بصورة شرعية من خلال صندوق شفاف ونزيه الجزائر الجديدة إن أراد أن نبسط مفهومها هي جزائر كل الجزائريين والجزائريات حيث تتوسع دوائر وهوامش الحقوق والحريات حيث تتعزز وتتوازى وتتوازن أيضاً الصلاحيات والمهام بين مختلف مؤسسات الدولة هي كذلك الكرامة لكل فئات المجتمع هي أيضاً كذلك القطيعة الجزائر الجديدة هي أيضاً القطيعة النهائية مع الفساد القطيعة النهائية مع التزوير القطيعة النهائية مع المال الفاسد الذي أضر بالعملية السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر